التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير قطاع الأعمال العام حمود عصمت لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة استهل وزير قطاع الأعمال اللقاء باستعراض مستجدات أوضاع الشركات التابعة للوزارة والجهود الجارية لتطويرها والنهوض بأدائها سعيا لتحسين إدارة أصول واستثمارات الدولة وتعظيما للعوائد المحققة من خلال تلك الشركات وبما يصهم في زيادة نسبة مساهمتها في الاقتصاد القومية كما تبع رئيس الوزراء خلال اللقاء جهود تعزيز الشركة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وحرص الدولة على توسيع نتقي مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة باعتباره شريكا أساسيا في عمليات التنمية